السلام عليكم ورحمة الله زيكم حبيبي عاملين ايه يارب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال النهاردة هنعمل مع بعض البقلوة بالكنافة والمكسرات او الجلاش زي ما بتسموه بحشو جميلة جدا ومميزة والطعم طحفة يعجبكم اوي اوي ودي كل الكمية اللي معايا من نص لفة جلاش تمام يلا بينا نتابع الفيديو ونشوف المقادير والطريقة مع بعض انا هنا معايا ربع كيلو من الكنافة انا هكنت حطها في الفريزر او عادي ممكن تجيبيها صبحة وتقطعها بس قطعة صغيرة خالص ومعايا بقى حشو المقسرات بقى وحط عليهم نص معلقة صغيرة كده من السكر البودر اي حاجة عندك اي حشو معايا زبدة على معلقة من السمنة الزبدة بتبقى حلوة جدا في الكلاش بيزي تجربيها كده معايا بقى اول حاجة الشربط بتاعي هيبقى عبارة عن كبية ونص من المية عليها كبية ونص من السكر وحطها على النار يغلو خمس دقايق مش تقطري انا عايزة الشربط بتاع الجلاش يبقى خفيف شوية واطفع عليها بعد خمس دقايق لو سبتيها تتقلقوي هتكبس معاك ومش هتبقى كويسة مش هتبقى لطيفة تمام هحطها بقى على النار ويلا بينا نكمل مع بعض انا معايا هنا الكنافة بتاعتي حطها بقى في حلة علشان احمرها قبل ما احشي بيها اللي بقلاوة بتاعتنا او الجلاش بتاعنا هحطها وحط عليها معلقتين كده من الزبدة الزبدة بتبقى جميلة جدا عن السمنة يا جماعة انا حطيت حطيت كبية مثلا كبية لربع كده من الزبدة وحطيت معلقتين كبير من السمنة البلدي تمام انا كده بعد ما فرقتها كويس جدا حطتها على النار وطبعا خليت النار متوسطة علشان احمرها هفضل بقلب فيها كده علشان انتي لو سبتيها ممكن تتلسع معاك من تحت وتاخد لون احمر من تحت وتبقى من فوق للصبيدة وتتحرق معاك شايفين انا شربت انا سيبقى بقى يغلب راحته ولما بقى اعمل الكنافة واحشي الجلاش هيكون برد معانا وغلي خمس دقيق بس وتدفع لي علشان ما يتكتلش معاك ويبقى تقيل قوي والجلاش يبقى تقيل معاك هفضل انا بقى اقلب كده في الكنافة لحد ما تاخد لون من تحت ومن فوق بالشكل انت شايفينه ده ولازم ضروري معلقة الزبدة علشان تساعد ان الكنافة معاك تحمر وهنا في المرحلة دي شايفين بدأ الكنافة بتاعتي تحمر خلاص كده انا حبى اللون ده طفيت كده عليها النار هفضل اقلب فيها علشان ما تتحرقش لو انت سيبتيها في المرحلة دي التاصة لسه سخنة ممكن تتحرق معاك تمام؟ وهنا بقى بعد ما خلصت كده والحلة بتاعتي بردت شوية هنزل بها كده في البولة وانزل بقى بمعلقتين كده من ده عسل بسبوسة انا مغمقاة وبحط في بطرامونات كده وببقى سخنه مع البسبوسة عادي احط معلقتين كبارة علشان البسبوسة معاي الكنافة معاي اسفة تمسك مع المكسرات احط بقى المكسرات بتاعتي بقى سواء ايا كان عندك زبيب جوز هندي بندق لوز سوداني اي حاجة عندك حابة تعمليها بحشو كنافة كده بس براحتك حابة تعمليها بمكسرات بس براحتك بس الحشوة دي بتبقى ميزة وجميلة جدا احط كده انا حطيت اول معلقة دي تاني معلقة واقلب كويس جدا وشايفين هنا معلقة الزبدة دي او حتة الزبدة دي حطيها المكعب ده بيفرق معاك جدا في الطعم وفي الحشو جربيها كده بجد والله هتعشقيها الزبدة دي بتفرق جدا جدا في الحشو هقلبها كويس كده ومعايا الكنافة بتاعتي دافية دافية شوية فهتسيح معينا بسرعة تمام بعد ما خلصت كده الكنافة هجيب معايا بقى الجلاش بتاعي طبعا انا مغطياء او فرداء علشان خاطر ما ينشفش معايا بسرعة شايفين هنا انا معايا اللفة هل كانة يعني ما شاء الله وهتعمل معايا كمية حلوة يعني ما توقفيش نفسك على حاجة حتى لو عاملة معايا كده مش مشكلة هتبقى معايا جميلة وزي الفل انا هنا كده دهنت اول طبقة بالزبدة وهحط بقى الكنافة بالشكل انت شايفينه ده انا تانيت اول طبقة طبعا زي ما انتوا شفتوا علشان تبقى معايا متماسكة وحلوة وجميلة هلفها بقى ما تحاولش ان انت تقطري زبدة قوي وانت بتوزعيها على الجلاش علشان الجلاش بتاعك ما يبقاش سمين قوي ومتعرفيش تاكل منه ويصدق انا هنا ما كنتش عاملة سمين قوي كنت عاملة اقتصادي جدا وكان طعم وطحفة زي ما انت شايفين بعد ما دهنت برضو زبدة كده علشان خاطر بقى الجلاش بتاعي ما يبقاش لو عملت قطعة واحدة او طبقة واحدة هيبقى رقيق معانا وممكن يتقطع فحط كل طبقتين مع بعض انا بقى هنا معايا صانية اي صانية بقى عندك دهنية زبدة او سمنة من تحت كده هرص فيها بقى الجلاش بتاعي هوريكو كمان طبقة انا بجيب الاول طبقة كده بتنيها بسلكها الاول وبتني اول طبقة وبحط زبدة مقدار زبدة بدهنها كده وبحط بعد ما بدهنها زبدة بحط طبقة من الكنافة شربي كده الجلاش بالزبدة بس مش تديله حقق قوي قوي علشان لو انت تديله حقق قوي هيبقى ثمين معيك احط الطبقة التانية من الكنافة زي ما نشايفين احاول انا صويها انا ايدي نظيفة المفرش نظيف عندي كل حاجة متعاكمة ونظيفة وبعدين انا بعمل لي انا في البيت هلف بقى ابرم كده طبعا علشان الطبقة اول طبقة متبقاش رؤية زي ما قلنا بحط بقى تاني طبقة او بدي هنا برضو دهنة خفيفة كده من الزبدة او لسمنة وقبرم بقى كده بالشكل ان شايفينه ده واخر طرف ده طبعا لازم ندهنه بالزبدة كويس علشان يقفل معينا وهكذا وبكده يكون هكمل انا بقى زي ما انا قلتلكم هكمل هعمل بقى كل شوية اتني اول طبقة ودهن زبدة وحط الكنافة ودهن بقى تاني طبقة وقبرم واليف وهكذا يبقى كده عندي كل حاجة خلصت انا اسفع لسوق المقطع ده بس انا ما كنتش شايفة للتليفون وهو بيصور بيصور كده وهم بالمقلوب معلش بقى انا اسفع شايفين انا بوريك بقولكم هنا فاضل شوية من الجلاش ما عملتش كل الكمية ممكن تعملي نص لفة بيبقى جميل وهيطلع معيك ما شاء الله كطاعة جميلة جدا انا هقطعه كده بقى بالورب انتي حابة تقطعيه بقى اي ممكن تقطعيه كده تقطيع كده طولي بس انا حبيت بالورب بيبقى شكله اجمل طبعا زي ما انتش شايفين كده لازم يتقطع قبل ما يدخل الفرن علشان لما بيدخل الفرن بيمسك وبيجمد فممكن انتي وانتي بتيجي بقطعيه بيبقى مقرمش كده يتهري معيك فلازم تقطعيه قبل ما يدخل الفرن قطعيه بقى تقطيع اللي انت تحبيها وترتاح فيها وبعد ما قطعتها كده معي بقى بقيت الزبدة قدهين كده على الوش كده من فوق علشان لما تدخل الفرن تتحمر من تحت ومن فوق كده وبتاخد لون دهبي جميل جدا زي ما انتشوفتو معنا هدخله بقى الفرن او انا كنت شغالة كنت مشغالة الفرن على درجة حرارة 180 هدخله الفرن على درجة حرارة 180 هيقعد معنا من ساعة لتلت لساعة لربع وهنا بعد ما طلع طبعا احمر من تحت شغلت شوية من فوق طفيت من تحت وشغلت الشوية من فوق وثبته خمس دقايق وطلعته زي ما انتشايفين واخد لون دهبي جميل جدا شايفين هنا شربات بتاعي بعد ما برت شربات بتاعي خفيف مش تقيل قوي خفيف شوية مش مش تقيل تقل الكنافة زي ما انتشايفين كده بشرب بقى الجلاش بتاعي الشربات بارد والجلاش بتاعي السخ مولع تمام زي ما انتشايفين وعلشان الشربات بتاعي يتغلغل كده ويدخل كده جوه جوه الجلاش هحط كده في طبق عندي طبق استلس عادي بحطه هنزل كده بالشربات الباقي علشان ياخد حقه جدا في الشربات ويبقى حلو وطعمه جميل وما تخافيش مش هيبقى مسكر احنا مش مسمنينه والسكر بتاعنا مش تقيل قوي وهنا بعد ما الجلاش بتاعي خلص يبقى انتشايفين ما شاء الله جميل جدا وبرد طعم طحفة شكل جميل جدا طبعا مش هقدر مش هقدر هدوق لان انا سايمة وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص عملت كمية حلوة من نص كيلو جلاش لو عجبك الفيديو بتاعي ما تنسينيش بقى باللايك والاشتراك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته